أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة ضبط أفضل إعدادات لشبكة الويرلس عندك كثير مننا بيواجه مشاكل باتصال الموبايل أو اللابتوب على شبكة الويرلس مع العلم أنه اسم الشبكة صحيح والباسورد صحيح ولكن المشكلة بضبط بعض الإعدادات البسيطة بشبكة الويرلس خليكم معي بهذا الفيديو لنتعرف على أفضل إعدادات بضبط شبكة الويرلس على جميع الراوترات بس قبل ما نبلش الفيديو يا شباب ياريت تدعمونا بالإعجاب لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد عندكم أي سؤال؟ تركوا لي بالتعليقات أسفل الفيديو إذن أصدقائي مثل ما ذكرنا ببداية الفيديو عندي أجهزة عم تلبكني بالاتصال على شبكة الويرلس إن كانت لابتوبات أو موبايلات أو كمبيوترات شباب المشكلة هي ببعض الإعدادات بشبكة الويرلس وليست المشكلة بالجوال وليست المشكلة بكارت الويرلس اللي باللابتوب أو بالكمبيوتر تمام شباب؟ بمجرد تعديل هذه الإعدادات للوضع الأفضل بشكل عام تمام؟ رح تنحل عندك المشكلة كليا إذن أنا رح أشرح هذا الموضوع عن أكتر ثلاث راوترات مشهورة عندي هون اللي هي الأزوس والتيبي لينك والدي لينك بلش مع راوتار الأزوس إذن أصدقائي بالبداية بنتقل عند الويرلس أو تبويب الويرلس بقلب الراوتر ومثل ما أنا شايفين هاي الإعدادات الخاصة بالويرلس بشكل عام إذن أول شي بنصح إنه تكون الشبكة ظاهرة طبعا هذا الشيء رأي شخصي تمام؟ بدك تخفية خفية ولكن أنا عم بعطيك الإعدادات الأمثل والأنسب لشبكة الويرلس لحتى ما تسبب لك مشاكل بالاتصال مع موبايلة اللي عم يتصل بكل راوترات الدنيا إلا بهذا الراوتر ما عم يتصل تمام؟ أو بلابتوبك اللي وين ما رحت عم يتصل أو على شبكة جيرانك عم يتصل ولكن على شبكتك ما عم يتصل بهذه الطريقة اللي هلأ بالإعدادات اللي رح أشرحهم إن شاء الله رح تنحل مشكلتك إذن أول شي بفضل إنه الشبكة تكون ظاهرة ما يكون اسم الشبكة طويل حاول إنه يكون من حرف مثلا حرفين، ثلاثة، ما عندك مشكلة لا تكبر اسم الشبكة كثير بنتقل شوي بالنسبة لتبويب الأثنتيكشن بخليها بالشكل التالي اللي هو الWBA-WBA2-Personal تمام؟ ومن هذا التبويب الWBA-Encryption بخليه بوضع TKIB زائد AES بهذا الشكل طبعا برجع بكرر أنا عم بيعطيك أفضل الإعدادات لأنه ما تسبب لك مشاكل بالاتصال مع جميع الموبايلات بالمنزل أو اللابتوبات أما بالنسبة للباسورد الخاصة بالراوتر فيك تحط اللي بدك ياه مو شرطة تحط 16 ألف حرف لا مجرد 8 حروف لعشرة حروف 12 حرف بيكفوا تمام؟ وطبعا لا مانع من أنك تحط بيناتهم رموز بتبويب اللي تشنل باندويتز خليها 2040 خليها 2040 بتتوافق مع كل الأجهزة بشكل عام أما بالنسبة للشنل أو القناة العامل عليها الراوتر يفضل أنك تثبتها إما 1 أو 2 أو 8 أو 9 بحيث أنه ما تتداخل مع الراوترات الأخرى اللي موجودة بالمحيط يفضل تثبيتها لا استقرار الإشارة كذلك الأمر ما ننسى يا شباب إذا كان عندي شبكتين داخل الراوتر مثل هذا الراوتر عندي شبكة 5 جيجاهرتز كذلك الأمر إلى الإعدادات الخاصة فيها منلاحظ أن الباندويتز الخاص فيها 204080 وكذلك الأمر إلى شنلات خاصة فيها كذلك الأمر فيك تثبت شنل أو قناة خاصة بهاي الشبكة وأكيد بالنهاية منعمل أبلاي تطبيق للإعدادات اللي طبقناها بنتي اللي عند تبويب الو بي اس وبعمل له تعطيل انابل دابليو بي اس بخليها دي سابل تمام يا شباب ملاحظة مهمة جداً طبعاً أنا هون عندي ما رح تتعطل لأنه عم بشتغل على محاكي لواجهة هذا الراوتر هو هذا الراوتر مالو موجود عندي بالوضع الحالي أو بالحقيقة تمام أنا عم بشتغل على محاكي إذاً تعمل له دي سابل التعطيل بهذا الشكل مثل ما أنا شايفين فصلة الصفحة عندي رح أرجع للواجهة تمام يا شباب إذاً نعمل للدابليو بي اس تعطيل إن شاء ما يخترق الراوتر عندك الويرلس ماك فلتر فيك عن طريقه تحضر أجهزة معينة من الاتصال بالراوتر أو تسمح لأجهزة معينة بالاتصال فقط بهذا الراوتر وأي جهاز آخر لو معه الباسورد ما حيقدر يتصل أنا هذا الموضوع شرحته بفيديو سابق وهيك يا شباب منكون حاكين عن أهم الإعدادات الخاصة بالويرلس الخاصة براوترات الأزوف وهلأ مننتقل للإعدادات الخاصة براوترات التيبي لينك بالنسبة لإعداد الويرلس الخاصة براوتر التيبي لينك فهي سهلة وبسيطة منتقل لعند تبويب الانترفيس سيتاب ومن ثم لعند الويرلس بهذا المكان متل ما أنا شايفين بتكون بحالة الاتفايتد طبعا التفعيل إذا الويرلس هلأ فعالة عندي هون الأوتو الشنال الخاصة العامل عليها الراوتر أو القناة اللي عبي يشتغل عليها طبعا مثل ما حكينا يفضل واحد واثنين أو تمانية وتسعة بعيد عن الشنالات الثانية اللي بيكون عليها ضجيج أو تشويج طيب رح نجرب إنه نحطها على الواحد مثلا تمام بالنسبة للشنال باندويث بحطها بحالة الأوتو لا العشرين ولا الاربعين ميجاهيرس بخليها على الأوتو إنه ياخد الاثنين سوا نفسها اللي شفناها براوتر الأزوس قبل شوي أما بالنسبة لموضوع الWBS واللي بيسبب لك اختراق للراوتر الخاص فيك أكيد رح تحطه بحالة النوع أو التعطيل وبالنسبة للSSID هي اسم الشبكة مثل ما ذكرنا منحطها حرفين ثلاثة حروف أربع حروف يفضل كلمة صغيرة وبالنسبة للأثنتكشن تايب أكيد رح نحطها بحالة WBABSK WBA2BSK أما بالنسبة لتبويب الإنكريبشن أكيد رح حطه بحالة TKIPAES التنتين سوا تمام يا شباب ملاحظة مهمة جدا هاي الشغلة من أحد الشغلات اللي بتخلي الاتصال الموبايل بالراوتر يسبب بعض المشاكل أما بالنسبة للباسورد الخاصة بشبكة الويرلس عندك على الراوتر أكيد هي رح تكون فوق لتمن حروف لا تنسى أنه ما توضع فيها بعض الرموز وبالنهاية عندك أكيد الويرلس ماك فلتر حكينا عنها بفيديو سابق فيك أنك تسمح لأجهزة معينة بالاتصال بهذا الراوتر أو فيك تمنع أجهزة معينة من الاتصال بهذا الراوتر بشكل دائم وبعد ما انتهينا من التعرف على طريقة ضبط أفضل إعدادات للويرلس براوتر تيبي لينك العادي رح ننتقل لراوتر تيبي لينك تاني ولكن بواجهة مختلفة راوتر تيبي لينك هذا اللي بين إيدي بتجي واجهته مختلفة شوي متل ما أنا شايفين إنابل ويرلس إني فاعل الويرلس هيد اس اس آي دي إني إخفي الشبكة الخاصة بالويرلس ومتل ما ذكرت سابقا يفضل أنك تتركها ظاهرة للشبكة إنشان ما تسبب لك مشاكل بالاتصال عندي الويرلس نتورك نيم من هذا المكان فيك تحدد اسم للشبكة يلي عندك كذلك الأمر ما تنسى آخر شي تعمل سيف وابلاي تطبيق أما بالنسبة لتبويب السيكوريتي الخاص به الشبكة أكيد الو بي اس رح حطه بحالة دي سيبل تبويب النتورك الاثنتيكشن بهذا المكان أكيد رح تحطه انت الو بي اي تو بيرسونال بيست ريكميندد تمام إنه أخذ كل أنواع التشفير متل ما أنا شايفين الانتربرايس يا شباب ملاحظة هي للشركات تمام بقى أنت خليها بهذا الوضع البيرسونال الشخصي طبعا هون بهذا المكان أكيد رح تحط الباسورد الخاصة بالشبكة فيك وما تنسى أنه تكون من 8 حروف أو أكتر وفيها بعض إشارات الاستفهام أو الرموز وأكيد لما بدي انتقل عند الو بي اي الانكريبشن رح حطه بحالة تي كي اي بي زائد الاي اي اس التنتين سوا بانين واحد وبعمل سيف اند ابلاي داخل تبويب الويرس في عندي الادفانسد أو المتقدم بهذا المكان الشنل القناة فيك تثبتها ويفضل أنك تثبتها على واحد أو اثنين أو ثلاثة اللي بدك ياه يفضل على القنوات الأولى إن شان ما تعمل تداخل مع الراوترات الثانية أما بالنسبة للباندويث بتخليها التنتين سوا العشرين والاربعين ميجاهيرس التنتين سوا وبالنهاية منعمل سيف اند ابلاي بهاي الطريقة تعرفنا على طريقة ضبط الإعدادات الخاصة بجميع الراوترات الخاصة بالتيبي لينك وهلأ أصدقائي مننتقل عند راوتر الدي لينك لنتعرف على أفضل إعدادات للويرلس فيه طبعاً مثل ما انا شايفين هي الواجهة الرئيسية للراوتر في عندي الاتنين فاصلة أربعة ويرلس أو الخمسة جيجا للويرلس طبعاً أنا هذا الراوتر اللي عندي حديث شوي بقى بيعطي آآ نظامين لبث الويرلس عليه طيب رح ادخل على اتنين فاصلة أربعة أو على الخمسة جيجا هيرس نفس العملية ونفس الترتيبة تماماً بدخل على اتنين فاصلة أربعة متل ما انا شايفين عندي انابل ويرلس انو الويرلس الفعالة الاس اس آي دي اللي هي اسم الشبكة طبعاً يفضل انو نختارو بشكل صغير او حرف حرفين ثلاثة ما بيأسر اللي بداك ياه طبعاً آآ هذا المكان هو الخاص بانو نعملها مخفية الفيزبل او الانفيزبل انو بحيث ان تكون مخفية الشبكة اما بالنسبة للكونتري ما عندك مشكلة اختار البلد اللي بداك ياه كذلك الامور بالنسبة للثمانمية والثنين فاصلة ادعى شمود فيك تختار اللي فيها البي والجي والان جميع انظمة الويرلس تمام اما بالنسبة للباندويت مثل ما ذكرنا سابقاً العشرين والاربعين ام تمام هاي من الضروري جداً تختارهم تنتين سوا اما بالنسبة للويرلس شانل اكيد هي القناة العاملة عليها الويرلس واحد اثنين ثلاثة اربعة هيك لعند التسعة او العشرة لا تاخد الاثناش والثلاث عشر لانو احياناً في بعض الموبايلات او اللابتوبات ما بتستقبلها ومتل ما ذكرنا من الضروري جداً تثبت قناة لحتى ما يصير فيه تعارض او تشويش مع راوترات تاني وبالنسبة للويرلس سكوريتي مود اكيد بتختار WBA WBA2 Mixed تمام تختارهم سوا مع بعضهم للتوافقية مع كل الموبايلات واللابتوبات وما ننسى الانكريبشن مود انو نحطها TKIB زائد AES تمام هذا الشيء ذكرنا بكل الراوترات السابقة اللي ذكرنا عليها او شرحنا عليها سابقاً واخيراً عندي الشيرت كي اللي هي كلمة المرور الخاصة بالراوتر فيك تختارها من 8 حروف وصعوداً طبعاً تختار الشيء المناسب لك كذلك الامر بالنسبة للخمسة جيجي هيرتس الويرلس انا متل ما لكن شايفين معطلها فيك تفعلها وتحط نفس الاعدادات اللي حطيناها بالاتنين تاصلة اربعة بنتقل عند تبويب الادفانسد وبيقلبه وعندي شيء للاتنين فاصلة اربعة وعندي شيء للخمسة تمام بدنا ننتبه لهذا الموضوع بنتقل عند الادفانسد سيتنج بداخلها اعدادات قريبة للي شفناها هنيك سابقاً بالستاب كذلك الامر تفعيل الويرلس جعلها مخفية او ظاهرة بهذا المكان اضافة لاني فيني فعل عدة شبكات تانية اضافية تبث معي مع هاي الشبكة يعني فيني فعل دي لينك واحد دي لينك اثنين دي لينك ثلاثة على اثنين فاصلة اربعة انا بالعادة ما بحط شبكات للظيف بخلي شبكة واحدة فقط واكيد داخل الادفانسد رح لاقي الماك فلترينج اللي في حدد عدد موبايلات معينة تتصل بهذا الراوتر او احضر بعض الموبايلات من الاتصال بهذا الراوتر نهائياً اما بالنسبة للسيكوريتي سيتنج هي نفس الاعدادات اللي شفناها بتبويب السيتاب كذلك الامر نفس الترتيبة تماماً اللي هي الورك مود او الويرلس سيكوريتي مود من لاحظية نفسها كذلك الامر الانكريبشن هني النفسه اللي شفناهن داخل السيتاب واخيراً بنتقل عند الو بي اس سيتنج وبحطها بحالة تعطيل تمام يا شباب اذا هي انابل بحط اشارة صح بتتفعل بحطها بدون اشارة صح يعني هي بحالة الديسابل التعطيل بهي الطريقة يا شباب تعرفنا على افضل اعدادات لضبط الويرلس باي راوتر بشكل عام طبعاً هاي نفس الاعدادات رح تلاقوها براوترات النتس براوترات النتجير براوترات التين ده تمام يا شباب ولكن انا شرحت عن الاكثر راوترات يعني معروفة عندي هون بالمنطقة اللي هي الازوس والدي لينك والتي بي لينك تمام ولاحظنا انه كلياتهم متشابهين بالعبارات يعني رموز هاي كلياتها بنلاحظ انه موجودة بكل الراوترات شكراً لمتابعتكن اصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية شكراً لكم